السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آلي وأصحابي أجمعين وبعد فإن العلوم وإن تبينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت وتنوعت أبوابها وأحكابها فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها إلا أن أعلاها قدرة وأغلاها مهرة وأقومها قيلة وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير فهو شمس ضحاها وبدر دجاها ولم لا وشرف كل علم بشرف موضوعه وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن الليلة بتوفيق الله ومدده على موعد مع اللقاء الخامس والخمسين بعد المئتين من لقاءات التفسير وهو اللقاء العاشر من لقاءات تفسيرنا لصورة آل عمران وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند الآية الثالثة والعشرين من آية صورة آل عمران مع قول ربنا الرحيم الرحمن ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون أي ألم تر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين تعجبوا منهم لعدم إيمانهم بك وبرسالتك ونبوتك مع بيان الحق ووضوحه فهم يعرفون رسول الله كم يعرفون ابنائهم هؤلاء لا تعجب لهم لعدم إيمانهم بك فهم يعرضون عن كتابهم المنزل على نبيهم ورسولهم موسى عليه الصلاة والسلام يعرضون عنه إذا لم يوافق أهواءهم مع زعمهم أنهم يؤمنون به ولكنهم يمتنعون عن التحاكم إليه غرورا وكبرا وعنادا واستعلاء وقد ورد في سبب نزول هذه الآية الكريمة عدة أقوال قال شيخ مفسرين الإمام الطبري رحمه الله قال وأولى الأقوال بالصواب عندي في تأويل هذه الآية أن الله تعالى أخبر عن طائفة من اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم دعوا إلى التوراة للتحاكم إليها في بعض ما تنازعوا فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرضوا ورفضوا وأبوا ويجوز أن يكون هذا التنازع في أمر نبوته عليه الصلاة والسلام هذا جائز وهذا قول ويجوز أن يكون التنازع في شأن إبراهيم لأنهم ادعوا أن إبراهيم كان يهوديا فنزلت الآية ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين أمنوا الله ولي المؤمنين وجائز أن يكون هذا التنازع في حد من حدود الله فإن كل ذلك مما نازعوا فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن لاحظ عدل القرآن وإنصافه فهو كلام الملك الحق سبحانه فالقرآن لم يعمم الحك على كل اليهود أو على كل أهل الكتاب بل قال ربنا جل جلاله ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون فمنهم أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ومنهم الذين أمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام كعبد الله بن سلام رضي الله عنه ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومن من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائمة ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وأنهون على المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فليك فاربوه والله عليهم بالمتقين يا لجمال القرآن ما هذه الروعة وما هذه العظمة إنه العدل والإنصاف فمنهم أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ولذا قال رب العالمين ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون وما جرأ هؤلاء المتجرئين المخالفين للحق وما حملهم على الإعراض عنه إلا أنهم كذبوا على الله كذبوا على الله وادعوا أنهم حتى لو دخلوا النار في الآخرة لن تمسهم النار إلا أياما معدودات قال تعالى ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون إلى آرخم 24 خدعوا أنفسهم وتمسكوا بما هم عليه من الباطل وزعموا أن النار لن تمسهم بذنوبهم إن مستهم النار إلا أياما معدودات افتراء على الله وكذب عليه فتوعدهم ربنا تبارك وتعالى بهذا الوعيد الشديد والتهديد الرهيب فقال سبحانه فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الآية الخامسة والعشرون كيف يكون حال هؤلاء الكذابين الذين كذبوا على رب العالمين وكذبوا رسله وقتلوا الأنبياء والعلماء الأمرين بالقصط والمعروف والناهين عن المنكر كيف يكون حال هؤلاء الذين عرضوا عن الحق الواضح البين بدلائله وكفروا بالله سبحانه وتعالى كيف يكون حالهم إذا جمعهم ربنا سبحانه في يوم لا ريب فيه ولا شك في وقوعه ومجيئه في هذا اليوم توفى كل نفس ما كسبت أي ما عملت من خير أو من شر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ونضع الموازين القصط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبيه وهم لا يظلمون لا يظلمون شيئا لا ينقص من ثوابهم شيء حاشا وكلا بل ولا يزاد في عذابهم وإنما يعذبون على قدر عملهم فربك لا يظلم أحدا من خلقه وما ربك بظلام للعبيد فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ثم علم الله جل وعلا تدبر لفظة علمه ثم علم الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم كيف يدعوه وكيف يمدحه وكيف يثني عليه وكيف يتودد إليه وكيف يظهر بين يديه العبودية بحبها وانكسارها فقال له سبحانه وتعالى قل لكن تدبر هذا القول البديع الجميل الذي يملأ القلب بالثقة في الملك الجليل ويملأ القلب باليقين ويملأ القلب بالتوحيد وبالثقة في الله سبحانه وتعالى قل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ما أروعها من آية وما أجلها من آية وكل آية القرآن جليل رائع عظيم الآية رقم ستة وعشرين آية تقرر العقيدة وتثبت التوحيد واليقين في القلب وتثبت الثقة في القلب قل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب آية رقم سبعة وعشرين بعدها لأنها مرتبطة بها ارتباطا وثيقا في بيان عظمة الله وتمام قدرته وجلاله قل اللهم مالك الملك حقيقة الملك لا تتم إلا بالعطاء والمنع والإكرام والإهانة والإثابة والعقوبة وإعزاز من يليق به العز وإذلال من يليق به الذل هذه حقيقة الملك فالله جل جلاله هو الملك الحق وإن كثر الملوك وتناوب في الدنيا الملك الحق الأعظم القدوس الأجل هو الله وحده فالله هو الملك الحق فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق يملك من يشاء ما يشاء يملك من يشاء من ملكه فالملك كله لله يملك من يشاء ما يشاء من ملكه تمليكا مؤقتا يسترده ملك الملوك ومالك الملك وقت ما يشاء كيف يشاء فلا رد لقضائه ولا مبدل لحكمه فهو صاحب الأمر كله قال الله جل وعلا كل يوم هو في شاء سبحانه تعالى يغفر ذنبا يغفر ذنبا ويفرج كربا ويكشف غما وينصر مظلوما ويأخذ ظالما ويغني فقيرا ويجبر كسيرا ويعافي مريضا ويقيل عثرة ويستر عورة ويعز ذليلا ويذل عزيزا ويزيل دولة ويأتي بدولة ويزيل حاكما ويأتي بحاكم يرفع أقواما ويخفض آخرين ويداول الأيام بين الناس ويسوق المقادير التي قدرها قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فلا يتقدم منها شيء عن وقته ولا يتأخر منها شيء عن وقته فهو الملك الحق المتصرف في الكون كله تصرف ملك قادر قاهر عليم لا ينزعه في ملكه منازع ولا يعارضه في ملكه معارض فله القدرة التامة والمشيئة النافذة والعلم المحيط لا يخرج عن ملكه ذرة في السماوات والأرض ولا شريك له في ربوبيته ولا ند له في ألوهيته ولا شبيه له في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تدبروا معي هذه الأحاديثة الجميلة عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ففي مسند أحمد وغيره بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الدهر فإن الله عز وجل يقول أنا الدهر الأيام والليالي لي أجددها وأبليها أجددها وأبليها تدبر وآتي بملوك بعد ملوك هل تدبرت أيها الغافل أنه لا يأتي ملك ولا يزول ملك ولا يأتي أمير ولا يزول أمير ولا يأتي حاكم ولا يزول حاكم ولا يأتي رئيس ولا يذهب رئيس إلا بأمر الملك الحق إلا بأمر أحكم الحاكمين وملك الملوك ورب العالمين الذي يدبر الكون كله والذي له الأمر كله فليس لمخلوق من البشر شيء بل قد قال لسيد البشر ليس لك من الأمر شيء ليس لك من الأمر شيء فكيف يكون الأمر لمخلوق بعد رسول الله والله الذي لا إله غيره لا يذهب حاكم ولا يأتي حاكم إلا بأمر أحكم الحاكمين ولا يذهب ملك ولا يأتي ملك إلا بأمر الملك الحق ملك الملوك وإذا تغافل بعض الملوك في الدنيا عن هذه الحقيقة فإنها تتجلى لهم بل ولجميع الخلق يوم القيامة تدبروا معي هذا الحديث الذي رأى البخاري ومسلم الحديث أبي ريرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه الله أكبر يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض أنا الملك أين ملوك الأرض وفي ريوة عبد الله بن عمر في صحيح مسلم يطوي الله عز وجل السماوات والأرض بيمينه هذه رواية جميلة يطوي الله عز وجل السماوات والأرض بيمينه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين يقول سيد النبيين يطوي الله عز وجل السماوات والأرض بيمينه ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون أين من ادعوا الملك أين من ظلموا العباد أين من قهروا الخلق أين من اغتروا بملكهم وسلطانهم ومالهم يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار فالملك الحقيقي لله الواحد القهار وإلا فكم من ملك عمر طويلا وعاش طويلا ثم ترك ملكه وكانت النهاية إلى هذا الطراب وإلى هذه الأرض بلا منصب أو سلطان أو مال أو جاه أين الظالمون وأين التابعون لهم في الغي بل أين فرعون وهامان أين من دوخوا الدنيا بصطوطهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان هل أبقى الموت ذا عز لعزته أو هل نجى منه بالسلطان إنسان لا والذي خلق الأكوان من عدم الكل يفنى فلا إنس ولا جان أيا عبدك مراك الله عاصية حريصا على الدنيا وللموت ناسية أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية لو أن المرأة لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو أن الدنيا الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي قل اللهم مالك الملك ما أجملها وأروعها من حقيقة قل اللهم مالك الملك على الإطلاق ملكا حقيقيا تتصرف فيه كيف تشاء إيجادا وإمدادا وإعداما وإحياءا وإماتة وثوابا وعقابا بلا منازع ولا شريك ولا ند ولا ممانع قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وكأني ألمح في الآيات الكريمة لنبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب الرباني الرقيق الجميل أن الله سبحانه وتعالى قد أعز محمدا صلى الله عليه وسلم وأعز أمته معه فنقل النبوة من بني إسرائيل إلى النبي وأمته وجعله خاتم النبيين على الإطلاق وأرسله رسولا إلى جميع الثقلين من الإنس والجن وخصه الله تبارك وتعالى بخصائص عظيمة جليلة لم يعطها ربنا تبارك وتعالى لنبي من الأنبياء من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وشرف ربنا أمته وكرمها على جميع الأمم وجعلها خير أمة أغرجت للناس بإيمانها بالله سبحانه وبأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر فله جل جلاله الحكمة البالغة الحكمة التامة والحجة البالغة يعطي النبوة لمن يشاء ويمنح فضله لمن يشاء وينقل الملك من ملك إلى ملك وقت ما شاء وملك الملك الحق ملك الملوك ملك حقيقي دائم أبدا ليس بفان ولا يزول وملك أي ملك على وجه الأرض إلى زوال وإلى فناء ثم قال بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وخص الخير بالذكر هنا مراعاة للأدب مراعاة لمقام التضرع والرجاء والمدح والثناء لرب الأرض والسماء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير فخص الخير بالذكر لمراعاة الأدب ومراعاة المقام ثم بعد أن بيّن الحق تبارك وتعالى كمال قدرته وعظمة ملكه يذكر صورة عملية من الصور التي تجلي قدرة وعظمة رب البرية فيقول سبحانه تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب تولج من الألوج وهو الدخول في الشيء والإلاج الإدخال فالملك الحق بقدرته وعظمته وجلاله يدخل جزءا من الليل في النهار فيقصر الليل ويزيد النهار ويدخل جزءا من النهار في الليل فيقصر النهار ويطول الليل ويجعلهما متعاقبيني يأتي الليل في أعقاب النهار ويأتي النار في أعقاب الليل من يوم أن خلق الله عز وجل الكون إلى أن يأمر الله الشمس أن تشرق من مغربها فيتغير نظام الكون فالله سبحانه كما بيّن في الآية السابقة أنه يتصرف في شؤون الخلق ويدبر أمر الخلق فهو كذلك المدبر لأمر الكون كله يدبر أمر الكون ليلا ونهارا ثم ذكر الحق تبارك وتعالى مظهرا آخر من مظاهر كمال الملك وتمام القدرة وجلال العظمة فقال سبحانه وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي فهو يخرج المؤمن من الكافر يخرج الحي من الميت يخرج المؤمن الحي الموحد من الكافر الميت مثل الذي يذكره ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت كما قال الصادق فهو يخرج الحي من الميت يخرج المؤمن الموحد من الكافر الجاهد ويخرج العالم من الجاهل ويخرج الصالح من الطالح وتخرج الميت من الحي تخرج الميت أي الكافر من المؤمن الحي والجاهل من العالم والطالح من الصالح وتخرج النبات بكل أشكاله وألوانه وما فيه من جميل ورقة الحياة تخرج هذا النبات من أرض ميتة وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبة فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون وأخرج من العرب الأميين المشركين الجاحدين الذين يسجدون للحجارة والأصنام أخرج منهم خاتم الأنبياء والمرسلين الذي علم المتعلمين تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ختم الآت الكريمة بهذه الجملة الرقيقة وترزق من تشاء بغير حساب فالرزق لا يقوم الملك إلا به نعم ولا تطيب الحياة أصلا إلا به ما هو الرزق الفلوس لا الأموال لا مش ده كل الرزق الرزق تدبروا هذا التعريف البدية لابن منظور الرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي ماديا كان أو معنويا الله تاني التعريف ده الرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي ماديا كان يعني هذا الرزق أو معنويا فالمال رزق والدين رزق والإيمان رزق والعلم رزق والحلم رزق والأدب رزق وحسن الخلق رزق والزوجة الصالحة رزق والولد الصالح والذرية الطيبة رزق والحلم رزق ومساعدة الخلق رزق والإنفاق على الفقراء والمساكين والمحتاجين رزق والرحمة بالمشردين والمهجرين والمطردين من دولهم وبيوتهم رزق ونصرة المظلومين المقورين رزق كل هذا رزق والله جل وعلا قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين فالرزق نوعان رزق لجميع الخلق المسلم والكافر والبر والفاجر الكل يرزق الكل يرزق فربك جل وعلا لا يمنع رزقه عن الكفار لأنهم كفروا به كلا فالرب جل جلاله هو الذي خلق الكافر والمؤمن والبر والفاجر والرب هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء رزق عام لكل الخالق ورزق خاص نفعه دائم ومستمر بعد الحياة الدنيا في الآخرة ورزق القلوب بالإيمان والعلم والعلم ونور البعرفة وجلال الحق والإيمان برسول الله ومحبة الله والشوق إلى لقائه ومحبة رسول الله والشوق إلى لقائه وبعد أن بيّن الحق تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه أنه جل جلاله وحده بيده الملك والعز ومجامع الخير والسلطان المطلق في تدبير شؤون الكون وشؤون ملكه سبحانه وتعالى يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء فلا ينبغي بعد ذلك لأحد بعد هذا التأصيل أن يعتز بغيره أو أن يلجأ إلى غيره أو أن يذل نفسه إلى غيره سبحانه وتعالى أو أن يوالي غيره جل وعلا فقال سبحانه لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير الآية رقم 28 وهذا ما نتعرف عليه إن شاء الملك القدير في اللقاء المقبل أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم فهم القرآن وتدبر القرآن وحفظ القرآن وحب القرآن والتحاكم إلى القرآن والعمل بالقرآن إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته